أفدى بيان لرئاسة الجمهورية أن كتابة الدولة الأمريكية أصدرت تصريحا صحفيا على لسان الناطق الرسمي المساعد السيد كايل براون تمنى من خلاله شفاء التام والعاجلة للسيد رئيس الجمهورية مبرزا أهمية العلاقات الجزائرية الأمريكية وتطلع الحكومة الأمريكية لمواصلة العمل مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحكومته والشعب الجزائري كما أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكية سيد روبرت أورين يضيف بيان رئاسة الجمهورية أصدر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ضمنها تمنيات الحكومة الأمريكية الخالصة بالشفاء العاجل للسيد رئيس الجمهورية